زخاتنا الأمطار في بعض المناطق يوم الثلاثاء والأربعاء والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع عن تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الغد مع بقائها أعلى من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت العام بعدة درجات ويكون التقس لطيفا بوجه عام في أغلب المناطق ومعتدلا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور لكميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة بذلك لهطول زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر في مناطق بمشيئة الله أما يوم الأربعاء فيتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون التقس باردا نسبيا ومتقلبا ما بين غائم جزئي وغائم مع احتمالية هطول زخات من الأمطار وبخاصة في المناطق الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة أما في ساعات الليل يسود تقس بارد في مختلف المناطق وترتفع نسب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب في أجزاء من البادية والسهول الشرقية في ساعات متأخرة من الليل بمشيئة الله نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم أن نزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري